لا شيء بلا مقابل ولا تنازلات بلا ثمن هذه سياسة الأحزاب الفاسدة في هيكلة الحكومات منذ أن بلي العراق بها في أعتاب الغزو الأمريكي فلم ترضى عن رئيس حكومة ولم تبصم له بالموافقة إلا إذا حقق مصالحها وعمل تحت مظلتها وكل من لا يجيد إدارة مصالح الجميع يخرج من اللعبة كثر هم الذين استقالوا أو بعبارة أدق طردوا من مسرح الغنيمة لأنهم لم يستطيعوا ضبط التوازن في مصالح الفرقاء كان آخرهم عدنان الزرفي الذي خسر رهان الأحزاب وفشل في توليف الحكومة على موجات الكتل النافذة تقدم خلفه مصطفى الكاظمي إلى الساحة متسلحا بالفكر المخابراتي الذي اكتسبه من فترة إدارته لجهاز المخابرات واستطاع كما يبدو أن يرضي الجميع فتوافقت عليه الكتل وانقلب ذم الميليشيات له مدحا وإطراء يفسر هذا التحول إقناع الكاظمي للأحزاب بأنه سيبقي على حصصها من الحقائب الوزارية والدرجات الخاصة كما كانت عليه في عهد عادل عبد المهدي وعلى سبيل المثال للحصر ميليشيا العصائب بزعمة قيس الخزعلي وحزب الفضيلة الذي يرعاه محمد العقوبي المحى إلى رغبتهما في الحصول على وزارات في حكومة الكاظمي العصائب تريد الاحتفاظ بوزارتي الثقافة والعمل وحزب الفضيلة موعود بمناصب وزارية جديدة دون المساس بمصالح الآخرين هذه التوليفة لا تعجب الأحزاب فحسب بل تلقى رضا مشغليها الإيرانيين والأمريكيين الذين رأوا في التوافق الحزبي أفضل طريقة لضمان مصالح كل منهما لكن كل ذلك لا يعني شيئا في مستقبل العملية السياسية ولن يضمن ديممتها طويلا في خضم حضور طرف قوي فرض نفسه على الساحة بكل تنظيم ووعي إنهم ثوار تشرين الذين تجاوزوا كل حواجز الخوف والاحتيال الحزبي والقيود الميليشياوية وأصبحوا رقما صعبا لا تستطيع عجلة السياسيين تجاوزه أو دهسه مهما استخدمت من أدوات كما أثبت الواقع ويبقى التساؤل الأهم لو افترض أن حكومة الكاظمي نجحت في الإقلاع فهل بقيت وقود لتشغيلها والاقتصاد منهار والشعب متذمر والعراق أصبح مجرد خيال دولة سيعود الجميع إلى المربع الأول الحل ببناء مشروع وطني جديد تغيب عنه كل هذه الوجوه الفاسدة